مشاهدينا احنا امس اتعرضنا لبعض الفتاوى اللي يقال عليها عدم الانضباط او فتاوى غير منضبطة يعني فتاوى بتحول تلوي النص او تلوي روح النص بحيث انها تريح او يعني تنساق مع اتجاه معين في الرأي طبعا يعني كلنا عارفين ان هناك جمعيات كثيرة تناصر المرأة وتنادي بحقوق المرأة وتسعى لان تكسب المرأة او تكتسب حقوقا اكثر مما اعطاها لها الاسلام وذلك نتيجة قهر او سوء معاملة بعض الازواج لبعض الزوجات ودائما نقول اننا يجب ان نفرق بين التشريع الالهي وبين سوء التطبيق لهذا التشريع الالهي فالتشريع الالهي يقوم على الرحمة يقوم على التيسير يقوم على حفظ الحقوق وعلى تبادل الواجبات بالحقوق ولم يعتني الاسلام بعقد من العخود مثل اعتنائه بعقد الزواج لان عقد الزواج يترتب عليه مصالح تهم المجتمع ككل وهذه المصالح فيها ما يختص بالزوجة او الابناء فليس الزواج ورقة موثقة عند المأزول وانما الزواج كما عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالمثاق الغليز هذا المثاق الغليز له سياج تحيطه له ضوابط تنظم علاقات الافراده بعضهم ببعض وايضا له ارتمام واحكام عند انهائه اما انهائه بالطلاق او بالفرق الاخرى غير الطلاق فالله سبحانه وتعالى تعهد هذا العقد ابتداء وانتهاء لكن المشكلة فيما نقابله الان من مشاكل ادت الى افساد الحياة الزوجية هي السوء التطبيق من البعض سوء الفهم العناد بين الزوجين الاثر او الانانية بين الزوجين يسميها الاثرة غير الاثار كل واحد لما بيحصل اي مشكلة بيتخيل ان امامه عدو مبين يريد ان ينتقم منه واحنا شايفين ان محاكم الاسرة قد امتلأت الان بكثير من الخلافات الزوجية التي في الغالب تنتهي بالخلع او تنتهي بالطلاق ومن هنا جاء القانون لكي قانون الاحوال الشخصية وهذا القانون تسموه قانون اسرة اكثر عدالة والحقيقة اما يقول لي اكثر يبقى في اكثر من اللي ربنا شرعوا عدالة يعني يسير الانتباه اصلا العدالة كلها بيد الله سبحانه وتعالى وكل احكام الله سبحانه وتعالى كلها عدل لكن زي ما بقول اللي بيحدث الخلل في تحقيق العدالة بين الواجبات وبين الحقوق هو نحن هي النفس البشرية سواء كانت نفس رجل او نفس امرأة القانون الجديد اهتم في تعديله او في اقتراح تعديله او مشروع تعديله بتلت قضايا